بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الهانم عبر فيها سموه حفظه الله عن أسفه وتأثره لما تعرض له معاليه في مقبرة سلابخات من محاولة اعتداء باليد خلال تأديته واجب العزاء لعدد من الأسر الكويتية الكريمة مشيرا سموه رعاه الله إلى أن هذا التصرف لا يمثل القيم الإسلامية وعادات وأخلاق أهل الكويت ولا يعكس ما جبلوا عليها من تواد وتعاطف وتراحم وتكاتف في السراء والضراء سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليها موفور الصحة والعافية